السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد مشاهدي الكرام أهلا ومرحبا بكم وهذه الحلقة من برنامج هذا ديننا مع العشر الأخير من رمضان فاليوم هو اليوم العشرون وبغروب شمس هذا اليوم تبدأ ليلة الحادي والعشرين من رمضان وهي أول ليلة من الليالي الوترية الليالي التي يحتمل أن تكون فيها ليلة القدر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في الوتر من العشر الأخير من رمضان العشر الأخير من رمضان كان للنبي صلى الله عليه وسلم فيه أحوال تختلف عن أحواله في العشرين الأول وبالتالي تختلف عن أحواله في غير رمضان وهكذا نقلت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتهد في رمضان ما لا يكتهد في غيره وكان إذا دخل العشر الأخير من رمضان أحيى الليلة وَأَيِّقَذَ أَهْلَهُ وَشَدَّ الْمِئْزَرُ كل ذلك التماساً لليلة القدر الليلة التي أنزل الله تعالى فيها القرآن كرمها ربنا تعالى ورفع من شأنها بكرامة القرآن إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وهي الليلة التي أخبرنا بها صلى الله عليه وسلم في الوتر من العشر الأخير من رمضان رمضان الذي أنزل فيه القرآن الذي كرمه الله تعالى ورفع من شأنه بكرامة القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أراد الله تعالى تشريفاً وتكريماً لرمضان إلى جانب فضله وشرفه ففرض علينا الصيام فيه فقال تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ إذن صيام بالنهار وقيام بالليل ومعهما تلاوة القرآن آناء الليل وأتراف النهار فما بالنا حينما يدخل العشر الأخير من رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل في غير رمضان ولكنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيل قم الليل إلا قليلا كان يقوم ثلاث أرباع الليل وينام الربع نصفه كان يقوم النصف وينام النصف الآخر أو انقص منه قليلا كان يقوم الثلث وينام الثلثين أو زد عليه كان يقوم الثلثين وينام الثلث وفي كل حال من هذه الحالات الأربعة لا هم له إلا تلاوة القرآن ورتل القرآن ترتيل فإذا ما دخل رمضان قام النبي صلى الله عليه وسلم على أحسن حال كان عليها قبل رمضان فكان يقوم ثلاث أرباع الليل لكن إذا دخل العشر الأخير من رمضان فلا مكان للنوم في ليله لذلك كان صلى الله عليه وسلم يحيي الليلة كله كما أخبرت السيدة عائشة رضي الله عنها كل ذلك التماسا لهذه الليلة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقد جمعها الله تعالى مع الصيام ومع القيام وكان ترجمة نانسي قنقر